مرحبا بكم مشاهدين الكلام في عدد جديد من حصة مطبخ مريم كما عودتكم دائما وصفتين الوصفة الاولى دائما تكون يا اما وصفة تحلية او طبق رئيسي اما الوصفة الثانية اخترتها تكون تحلية اخترت لكم الارز مع ليبتيفو يلا نشوفوا مع بعض المقادر وطريقة التحذير انا نبدأ المقادر تاع الوصفة الاولى اللي هي الارز نجيب الارز تاعي هنا نحتاج او بكري هنا الباكي تاع الاري تاعي رح يرفض لهم 250 قرام من المستحسن انه الكيل باش ليسوك تاع المال رح ينضيفون في الارز تاعي رح يكونوا يعني كيلات اكزاكت علىها باش الارز تاعي مايجيني معجن ومايجيني ناشف انا عندي هناية 250 قرام تاع الارز عندي هناية حبة بصل تكون متوسطة سنينة تعتوم نحتاج الكرافز زرودية نحتاج زعطرة زبدة وعندي جلبانة وما ننسيش عندي لا بيوند عشي ناخ الحاجة اللي اللي نبداها رح نحط الزبدة هي الأولى نضيف زيت تاعي بسم الله دائما نضيف الزيت مع الزبدة باش الزيت تاعي لا تحرق ليش نحركها لا تنفشتوا بالزبدة تاعي انا روش رح نضيف رح نضيف روز تاعي في الماء نغسله بيان ونشمخه في الماء كيفية هذه بزاف سهلة وكأي واحدة تقدر توجدها في الدار نجد نغسل الروز تاعي مليح نحيله كامل هذا بسك نغسله على الأقل مرتين ورح نحط عليه شوية تاع المسخون يجب أن يتم تحضير طياب مبادل ما هذا سننحي يكون كيلة بليميز يختمع ديمة في الروز عندنا كيلة تعروز ندلها ثلاث كيلة تعلمة وإذا كانت عندي إنصاص هنا في المرقة ستكون عندي كيلة تعروز ونضج كيلة ونصف تعلمة لحما يقلع ثلاث كيلة تتقلع المرقة أولا الغيون تتحضير المرقة هي اليوم التي يتم تحضيرها لم يتم تسوير لدينا تحضير لدينا أفضل لدينا كل المرقة لدينا الظوء رائع لدينا اللحم العجل تختلف النوائيات على البيانداشة البيانداشة يجب أن نشريها في المكان من نحن نشريها لأنه سوف تتربية البكتيريا من المستحسن أن نشري البيانداشة كامل نشري البيانداشة نبدأ أولا نقطع البصل نكون بيان عشي نشري البيانداشة نشري البيانداشة والرز يحب الألوان أنا أخطرت الألوان جلبانة زرودية المصفة هذه سهلة وثاني لا أضع المصفة على الوقت المصفة نشري البيانداشة قليت المصفة ونضيف البصل ونضيف مزل المصفة 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 نضيف المصفة سوف نقطع ثلاثة كل شيء مباشرة هذا الكرافز لأن الكرافز سيعطي لها نكهة نكهة الأرز روعة وكذلك لون الشباب تكون الكفية هذه سهلة جربوها و لا تخافوش لا تكون لديكم منافقة أو لا تقدروا نزيدها نزيد الجزر نقطع بها الطريقة ونصف لي تقنية الطبخ ونصف لي نختار تقنية الطبخ لتكون رقيقة قليلا لكي لا تكون كبيرة في الغتاعي و يجيني شباب ثم نستخدم فلاس و بولا لا نرمي هذا الكرافز نضيف نضيف مكاروت نبدأ لذيب يستمع نضيف نضيف رسل حانوت نضيف كركم تقنية الملح مكاروت ملح نضيف نضيف أرز تائرة وتشمخ تقريباً بدأي شربي شوية الماء نضيف عندي بعطرة عندي كذلك كذلك ثم بعطرة شكل ثم نضيف جلبان تائي ثم نضيف جلبان تائي جلبان ثاني ثم نضيف مرق أقوم بشكل عمر尾 طبق الثاني طبق التحليتين كما قلت لكم البتفوغ نحب كامل البتفوغ ما كشري ما يحبه كامل يقولنا ما دام البتفوغ ما ينجحونه من المرة هذي سوف نجحو لكم لأن المقادير لاحن مدهم مقادير مضبوطين نبدأ بسم الله بالنسبة للمقادير كامل البتفوغ المقادير هنا 125 قرام الزبدة نحتاج ثلت بيضات لفاني مغرفة العسل زوج مغرفة نواد كوكو زوج مغرفة ميزينة معمرين نصف كاس سكر كامل البتفوغ ثلت بيضات مغرفة نواد كوكو لأننا استعملت نواد كوكو داخل البتفوغ سوف نستعمل نواد كوكو داخل البتفوغ نضيف بيضات ملح 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 تنقل ملح ملح بالطبق ملح مرح ملح 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 الحبة الثالثة عندي نسكة ستع سكر نبدأ نضرب هادو الولين من بعد نبدأ نضرب هادو فاطل و نكملوا بريقة تحضير الروز مع البتيفو أرجعنا لكم مشاهدين الكرام أطبق نارا هم وجدين طبق الأول الذي كان عبارة على الروز بالخضروات وشوية لابيونداشي هنا تستخدم لابيونداشي كما تحبيه تستخدم تمرق بمرق الدجاج عادي أما الطبق الثاني اللي كان عندنا البتيفوغ البتيفوغ راهم موجدين انا قدرت كما قلت لكم لستخدم لابيوندو نوات كوكو اللي راهو حاضر معنا ودرت لهم امبتي ديكور مع الفيرميسال اللي راهو تشوفوه يعني اللي يكونوا اغتمعوا بزاف شابين خرجوا بزاف شابين على اللون تاع البتيفوغ تمعي انا نقول لكم جربوا هادو الوصفات ما راحيش تندموا عليهم نعطلكم موعد ان شاء الله في الحلقة القادمة سلام